الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي في خاتمة مهمة انتهت بالفشل حط إسماعيل ولد الشيخ أحمد في أبوظبي ضمن جولة أخيرة له في المنطقة يقدم بعدها في السابع والعشرين من هذا الشهر آخر إحاطة له لمجلس الأمن وأول إحاطة يتلقاها المجلس بشأن اليمن هذا العام في أبوظبي التقى ولد الشيخ ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وبحث معه مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبدولة في شأنها خصوصا على الصعيد الإنساني وسط تأكيدات من جانب المسؤول الإماراتي على إيجاد حل سياسي في اليمن وإنهاء التمرد وتطهيره ممن أسماها الجماعات الإرهابية أسبوعين فقط ويغادر ولد الشيخ منصبه مخلفا الأزمة والحرب في اليمن كما تسلمهما لكن جولته لا تبدو في نظر المراقبين بروتوكولية فحسب بل يحاول المبعوث الأممي الوقوف على آخر التصورات التي جرت مناقشتها مؤخرا في مسقط لتسوية سياسية لم تختبر بعد نوايا الأطراف بشأن القبول بها أو رخضها كما حدث للمبادرات والتصورات السابقة وفي نيويورك أخطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن بنيته تعيين الدبلماسية البريطانية السابق مارتين جريفث مبعوثا جديدا له إلى اليمن ومن المقرر أن يقر المجلس في الخامس عشر من هذا الشهر تعيين جريفث إذا لم يعترض أي من أعضائه الخمسة عشر وهو ما لن يحدث خصوصا أن الأمان العام وكما جرت العادة قد تشاورت بالفعل مع أعضاء المجلس قبل إرسال الإختار الرسمي ويرى المراقبون أن المبعوث الأممي الجديد سيبدأ مهمته وسط استمرار التعقيدات المحلية والإقليمية ذاتها التي أفشلت المبعوثين السابقين وأبقت على الوضع في اليمن في هذه الحالة من التدهور الأمني والإنساني ترجمة نانسي قنقر